تؤدي هذه البوابة الواحدة إلى منطقتين الشرقية والضاحية هنا جامعة القديس يوسف ايفلان حيث يصلح الطلاب على تسمية كل زاوية بحسب انتماءاتهم وحيث تخطي كل جهة الخط الأحمر المرسومة لها قد يشعل النفوس وهو ما حصل صباح الأربعاء بيروح شاباً عنه عنده سوابق مع الحزب أنه كذا مرة عمواقع التواصل الاجتماعي سابين له فبيروح شاباً يدخن هناك بيوقفوا بوجه صف من تلميذ حزب الله بيقولوا له أنت غير مرحب فيك هنا أنت ما فيك تفوت الدخين هنا وإذا بنشوفك هنا بقالوا له يا بلحرف الواحد من أكسر لك إجريك كان فيه ثلاثة شخاص قاعدين ويمروا طالب تاني من حدهم بيقول له بيصيروا جاوروا ببعض يعني هني كل واحد ينتمي لفريق سياسة معين بيصيروا جاوروا هالشخصان ببعض الشاب المحسوب على حزب الله بيقول له لاش عب تطلع هيداك الشاب المحسوب على بقاله بيقول له أنه بدي أطلع وسبل له يعني بجمع عنا الطائفية المقوية من أول سنة نحن بجمع نعرف أنه عملة الضغوة على اليمين هي اسمها الشرقية بيقعدوا 14 أزار ومن وراء حد الجردان اسمها الضاحية بيقعدوا كوة 8 أزار وخاصة لحزب الله الدروس علقت فورا في كلية إدارة الأعمال على أن تستأنف الخميس بشكل عادي الهيئة التعليمية استمعت إلى إفادات الطلاب التي أظهرت كاميرات المراقبة مشاركتهم في الإشكالين إضافة إلى عناصر أمن الجامعة الذين كانوا موجودين ورفع تقرير إلى رئيس الجامعة الذي سيعمد إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة إجراءات لن تتعدى الفصل مدة عشرة أيام يخضع الطلاب المعنيون في خلالها لمجلس تأديبي إذ إن النظام الداخلي للجامعة لا ينص على الطرد النهائي